تواصل الدولة ممثلة في عدد من الوزارات المعنية العمل على تنفيذ مشروع البرنامج الكومي لتنمية وتطوير الريف المصري حياة كريمة للتحسين معيشة الأسر الأكثر احتياجا وفي هذا الإطار انطلقت أعمال القافلة الطبية بوحدة الأمل الصحية التابعة لإدارة القصير الصحية بالبحر الأحمر ضمن المبادرة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان بيتم تقديم كافة الخدمات الطبية بالكامل مجانا إن كانت سيدلية تحتوي على أكثر من مئة صنف وكذلك عيادة الجراحة وعيادة الأطفال والنساء والتوليد والتنظيم أسرة وعيادة الأسنان ومعمل يتكفل أكثر من 12 نوع من أنواع التحاليل والمعمل كل ده من أجل خدمة كل أهل البحر الأحمر النهاردة في خدمات مجانية فتحنا عند وحدة الأمل قوافل طبية كاملة متكاملة كل الخدمات مجانية فيها والحمد لله بنشكر كل القائمين على الموضوع ده